اقف على كورته شوية ودي العرضية مش ممكن وترئيسه وقوة جول يا ايه ده ايه الحلاوة دي الحلاوة دي يا وتنتهي المباراة بفوز نادي امبي اربعة تلاتة عشان يحتفل نادي امبي ولكن الاحتفال منقوص بصوا بقى هنا ممكن تلاقي النادي الالي بالنتيجة دي ممكن الاهلي يبقى هو اللي فيز بالمسابقة لو لم يعتمد احتجاج نادي امبي ولو اعتمد الاحتجاج بتاعه يبقى نادي امبي هو بطل هزي المسابقة لكن فوز نادي امبي اربعة تلاتة ياه ياه بصوا برضو هناك بصوا بقى ده الكلام اللي انا كنت مش عايز اتكلم عليه خلال المباراة بقول مش عايز اقول الاحتفالات دي لان ممكن الاهلي يحتفل على انه فيز اربعة تلاتة فيز اتين واحد في لقاء الدوري الاول وامبي فيز اربعة تلاتة يبقى نفس نتيجة فارق الاهداف ده فارق هدف وده فارق هدف ومتعدلين في عدد النقاط المواجهات المباشرة متساوية يبقى فارق الاهداف لمصلحة النادي الاهلي بفارق تمن اهداف لكن ممكن في الناحة التانية هتلاقي امبي بيحتفل اهو نفس المنظر اللي عملنا عليه مشكلة من سنتين لان لم يبت فيه احتجاج النادي الوقت بقى احكيلكوا بقى على القصة قبل ما يأمني المباراة ان كان امبي احتج على مباراته مع المصري اللي غسرها اتنين واحد والمفروض انه هو كان بيقول ان المصري ملعب لعب متجاوز السن وبالتالي من حق امبي الحصوله على التلات نقاط في حالة حصول النادي امبي على التلات نقاط دول باحتجاجه هيبقى هو اللي فايز بالدوري بفعل التلات نقاط في حالة عدم اعتماد النتيجة او الاحتجاج هيكون النادي الاهلي متساوي مع امبي في كل شيء وفي المواجهات المباشرة وفي كل شيء يكون النادي الاهلي هو الفايز بالدوري بفارق الاداف هذا اوزاك الاحتفال ده اوزاك كالعادة ننتظر لقرارات لجنة المسابقات في مسابقات النشئين عشان تبت في هذا الموقف وتحسم المسابقة من يفوز بيها امبي بالاحتجاج المقبول وفارق تلال النقاط ولا الاهلي بعدم رفض برفض الاحتجاج والاهلي يفوز بفارق الاهداف الاجمالية في المسابقة ككل شكرا حضرتكم على حس المتابعة وحتى نعود ونلتقي في مرات اخرى قادمة لكم تحياتي طارق الادور وفي الختام بقول لكم سلام